سرقة قنوات اليوتيوب وتهكير قنوات اليوتيوب تنشئ قناة على اليوتيوب وتبدأ ان انت ترفع فيديوهات وتحقق شروط الربح من اليوتيوب وتبدأ ان انت تفعل قناتك علشان تربح من اليوتيوب وفجأة تلاقي ان انت قناتك تم سرقتها او تم تهكيرها وتحاول بعد كده ان انت ترجح قناتك احيانا قنوات بترجع واحيانا قنوات صعب استرجعها فإحنا بنتكلم النهاردة في 2024 سرقة وتهكير قنوات اليوتيوب وإيه الأشياء التي تؤدي لسرقة وتهكير قنوات اليوتيوب وكيفية تأمين قناة اليوتيوب معلومات كتير مهمة لو أنت عندك قناة على اليوتيوب كمل الفيديو للنهاية أيضا كمان كيفية استرجاع قناة اليوتيوب لو تم تهكيرها أو سرقاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير ومسعادة دايما أهلا بكل المتابعين لقناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب عملت قبل كده فيديوهات كتير بخصوص سرقة وتهكير قنوات اليوتيوب ولكن للأسف هذه النوعية من الفيديوهات لا يشاهدها إلا فقط من تعرض للمصيبة بعد التهكير بعد السرقة يبدأ أنه يبحث عن كيفية استرجاع قناة اليوتيوب ولكن الشخص المفترض أنه يكون مأهل نفسه ويكون عارف إيه هو الأشياء التي تؤدي إلى التهكير وكيفية تأمين القناة خليني أعرض لكم آخر قناة الحمد لله ربنا وفقنا ورجعناها دية أحد القنوات اللي رجعناها هذه القناة قناة محترمة خاصة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق بقيق دية موجودة في المنطقة الشرقية في السعودية يعني قناة محترمة وتقدم محتوى ديني تبع جمعية الدعوة والإرشاد في السعودية المهم أنهم يتواصلوا معايا من خلال رقم الواتس اللي احنا حطينه في وصف القناة وكمان موجود في وصف هذا الفيديو لو أنت تعرضت للتهكير أو السرقة زي ما أنتم شايفين كده قناة محتوها ما شاء الله محترم قناة خاصة بالدعوة والإرشاد في السعودية فألف مبروك للسعوديين وألف مبروك لجمعية الدعوة والإرشاد على استرجاع قناتهم المحترمة والحمد لله أن احنا ربنا وفقناه ورجعنا هذه القناة زي ما أنتم شايفين كده دلوقتي ديت القناة من الداخل بعد مرجعناها كإثبات لاسترجاع القناة زي ما أنتم شايفين كده ده لوحة البيانات الخاصة بالقناة وطالما أن احنا فتحنا لوحة البيانات الخاصة بالقناة من الداخل يعني القناة رجعناها ومعنا وتمموا تماما وتم بالفعل تسليم القناة لجمعية الدعوة والإرشاد في السعودية طيب ايه الاشياء التي تؤدي لتهكير قنوات اليوتيوب او سرقة حساب الجيميل هنوضح بعض الاشياء واحنا تكلمنا قبل كده ولكن خليك معايا من اكثر الاشياء التي تؤدي لتهكير قنوات اليوتيوب وما كلمك عن كلمة تهكير قناة اليوتيوب يعني بيتم سرقة الايميل المرتبط بالقناة ان شخص معين يبدأ ان هو ينزل تطبيق يكون مهكر تطبيق ليس من موقعه الرسمي تطبيق ليس من المتجر الموجود على الموبايل او ليس من الموقع الرسمي لو انت بتنزل من خلال اللابتوب او الكمبيوتر من جوجل المسموح والامان اللي انت تنزله تنزل من الموقع الرسمي للتطبيق لو انت بتنزل برنامج زي ادوب بيريمير مثلا اللي هو الخاص بالمونتاج او منتاج الفيديوهات تنزله من الموقع الرسمي ايا كان هو موجود نسخة مجانية او نسخة مدفوعة لو كان مجانية ببعض المزايا تبدأ ان انت تستخدمه على هذا الواضح عايز مزايا اكتر وعايز تنزله بالنسخة الكاملة تبدأ ان انت تدفع علشان تنزل نسخة امنة على جهازك كلام ده يطبق على اللابتوب او الكمبيوتر او الموبايل يعتبر التطبيقات اللي انت بتنزلها مهكرة هو اكثر شيء فعلا يؤدي لتهكير جهازك وسرقة قناتك وتهكير قناتك الحاجة الثانية هو ان انت يصلك ايميل او يصلك رسالة على الواتساب او على المسينجر اللي هي تؤدي لتهكير جهازك ويتم سرقة الاشياء الموجودة عليه يقولك مثلا يعمل لنا اعلانات يعمل لنا حاجة ادخل يضغط على التطبيق ده ما عرفش ايه بتكون روابط واشياء مهكرة الحاجة كمان المهمة هو ان انت تدخل بايميل القناة وتبدأ ان انت تشترك في مواقع او تطبيقات ليست موثوقة ايميل القناة لا تستخدمه في اي شيء غير فقط لقناة اليوتيوب او حاجة تكون موثوقة يعني شيء يكون موثوق منه مش تدخل كده على اي موقع ويطلب منك ايميل تبدأ ان انت تدخل ايميل القناة الموضوع سهلي جدا اعمل ايميلات اخرى استخدمها في الاشياء خارج اليوتيوب ايضا لا ننسى ان احنا نوضح نقطة مهمة جدا احيانا مثلا انا عندي قناة على اليوتيوب او ممكن قناة زي جمعية الدعوة والارشاد طبعا هم عندهم اكثر من شخص مثلا مشرف على القناة او ايميل القناة ده مفتوح على اكثر من جهاز في ناس كتير كده يعني مثلا ممكن انا ضيف اكثر من مشرف او اكثر من حد فاتح ايميل قناتي عنده بيعمل لي منتاج واحب بيرفع لي فيديوهات اشياء من ديت يعني المهم ان انا ايميل القناة مفتوح معمول دخول او تسجيل دخول او سين ان على اكثر من جهاز سواء كان موبايل او لابتوب او الكمبيوتر لو تم تحكير احد هذه الاجهزة سيتم سرقة قناتي وسرقة الايميل صح ولا لا؟ وبالتالي لازم الشخص اللي انا اديله ايميل القناة يسجل دخول عنده لازم يكون على ضراية كاملة بهذه الامور يعني انت لو قناتك انت معطيها لحد ومسجل دخول عنده خد الفيديو ده اعطيه ليه علشان ياخد باله لان ده مهم جدا جدا فيه ناس مدرسين بيبدأوا ان هم يعطوا قناتهم لحد يعمل لهم منتاج وتصوير واشياء زي كده فبيتم سرقة قناتهم لو تم تحكير جهاز الشخص اللي بيعمل منتاج او الشخص المشرف على قنوتهم انت سمعتين كتير بتكلم في الفيديو بقول سرقة وتحكير هو فيه فرق بين مصطلح سرقة وتحكير يعني انت مثلا جالك ايميل ضغطت عليه وبالتالي كان فيه رابط فالرابط ده ادى لتهكير جهازك او مثلا ان انت نزلت تطبيق فالتطبيق ده كان فيه برامج او فيه ملفات من خلالها بدأ الهكر ان هو يسرق او يهكر جهازك فده اسمه تحكير تم تحكيرك تم اختراقك طيب حلو ما ال ايه هو مصطلح السرقة ده مصطلح السرقة ان انا مثلا اقول لك هات قناتك ان انا اشتريها منك وتبدأ ان انت تديني الايميل ويجي لك كود على مبيلك وانت تسمح لي وتعطيني الكود او يجي لك اشعار بتسجيل دخول من جهاز اخر او جهاز جديد وانت تقول موافق وبهذه الطريقة انا بسرأك فهذه سرقة ايميل او سرقة قناة اليوتيوب شخص بقى يقول لك قناتك اشتريها منك شخص يقول لك قناتك اشغالها لك الهم في الاخر ان انت سمحت له انه يدخل ويسجل دخول على جهازه وسمحت له بهذا الامر فانت دلوقتي اصبحت ان انت تم سرقتك وليس تحكيرك وهذا الامر اصعب بكتير من التحكير لانه لما يكون تحكير فده بيتضح لليوتيوب ان تم تحكير وسرقة قناتك والايميل بتاعك فبيكون سهل ان ان شاء الله ان احنا نرجع قناتك وايميلك ولكن لما يتم سرقتك في هذه الحالة اليوتيوب بيبين قدامه ان انت لم يتم اي تحكير في قناتك يعني حتى لو توصلت مع اليوتيوب او جوجل يقول لك ان انت لم يتم تحكير حسابك في هذه الحالة بقى انت منك للشخص اللي سرقك لان انت تم سرقتك وليس تحكيرك بتلجأ بقى للشرطة او ان انت تشوف حد وسطة يعني يكون يقدر يتكلم مع الشخص اللي سرقك او ان انت يعني تعمل بلاغ في الشرطة او تتواصل معها بشكل ودي المهم ان انت حل مشكلتك خارج اليوتيوب لان انت تم سرقتك لذلك مهم جدا جدا لو انت فكرت ان انت تشتري او تبيع قناة يوتيوب تمام كده لان انت الموضوع ده على فكرة بيتعرض علينا كتير جدا ان في الناس كتيرة بتيجي تبيح قناتها وبيتم سرقتها ويجي بعد كده يرجع لي ويقول لي يا بش مهندس رجع لي قناتي قناتي تم سرقتها من شخص يعني اخذ القناة ومحاوليش الفلوس كان متفق معي على الالف دولار ومحاوليش الفلوس واخذ القناة وغير بياناتي وغير الرقم الموبايل وكل شيء هو انت سيادتك كنت رجحت لي كنت شفت فيديوهاتي وكنت شفت انا بقول ايه ما بترجع ليش غير في المصيبة للأسف طيب خلينا اقول لك ان انت لو فكرت تبيع قناة يوتيوب مهم جدا لازم يكون في وسيط ويكون وسيط فاهم وثقة اوعك تبيع بشكل مباشر لاي حد الوسيط ده ممكن ياخد نسبة من عملية البيع مابيش اي مشكلة لكن الوسيط ده يكون حد ثقة ومشهور وعنده قناة على اليوتيوب ويكون مشهور ويكون بتاع شروحات ويكون فاهم في موضوع السرقة والتهكير والتأمين مهم جدا جدا لانه هو هيبدأ ان هو ياخد الفلوس من المشتري وياخد القناة من البائع ويبدأ ان هو يأمن الموضوع وهيبدأ بعد كده ان هو يعطي القناة للشخص اللي هو المشتري والشخص البائع بيبدأ ان هو يديه الفلوس فهو لازم يكون بيأمن كل الاطراف وطبعا ديت لها اشياء كتيرة ازاي ان هو يأمن هذه الاشياء نبقى نعمل لها ان شاء الله فيديو منفصل عن كيفية البيع والشراء بطريقة امنة لان فعلا بيحصل نصب كتير جدا في هذا الموضوع وهو سرقت القناة عن طريق بيعها او شراءها وعلى فكرة في الاخر بيكون الموضوع صعب جدا او استحالة ان انت ترجح قناتك بان انت تم سرقتها بهذا الموضوع هو ان انت كنت بيباحها وشخص خلاص خرجك منها او انت ضفته كمشرف في القناة كده وبعد اسبوع يعني عدل عضويته وخلى نفسه كمالك للقناة وخرجك انت برا القناة وشكرا يا معلم اعطي العيش لخبازه لما يكون بتبيح قناة شوف شخص يكون مشهور شخص يكون ثقة الناس بتسق فيه تبدأ ان انت تعطيله القناة وتقول له القناة معك هيت انا عايز ابيحها والشخص المشتري هوات كل التواصل يكون مع الوسيط وقعك يكون الوسيط نفسه نصاب خلي بالك لان احيانا بيكون الوسيط نفسه ممكن يضحك عليكم انتو الاتنين فخلي بالك مطلوب انك ايضا لو انت عندك قناة على اليوتيوب ان انت تأمن قناتك تأمن حساب الجميل المرتبط بالقناة احنا شرحنا الكلام ده كله في فيديو اسمه انشاء حساب جميل وفيديو اخر اسمه انشاء قناة برضو شرحنا فيه كيفية تأمين حساب الجميل اللي انت بتعمل به القناة يعني ازاي ان انت تأمن باعلى طرق الامان ان انت تحمي قناتك وتأمنها بشكل كويس علشان لا يتم سرقة حسابك بسهولة فاهم الفيديوهات تكون موجودة في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت ولو انت كملت للنهاية هتلاقي في فيديوهات تظهر في شاشة النهاية شاهد الفيديوهات دي هات مهمة جدا جدا علشان تحمي نفسك قبل ما ان انت يتم تحكيرك او سرقتك او النصب عليك تحياتي لكم لو انت قناتك تم تحكيرها تقدر ان انت تشاهد عندنا فيديوهات عن كيفية استرجاع القنوات المهكرة ولو انت مش عارف ترجحها تواصل معنا من خلال رقم الواتس الموجود في وصف هذا الفيديو وموجود في وصف قناتنا ويكتب في بداية الرسالة قبل اي شي قناتي مهكرة الرقم الموجود او رقم الواتس اللي احنا حطيناه ده ده رقم مخصص لاسترجاع القنوات المهكرة وعندنا قيمة على القناة اسمها استرجاع القنوات المهكرة قلب فيها تلاقينا ان احنا الحمد لله ربنا وفقنا فاضل من ربنا ان احنا رجعنا قنوات كتير لاصحبها ولو انت منشؤ محتوى على ليتيوب هتلاقي فيديوهات كتير موجودة في الوصف وفي التعليق المثبت تفيدك للشغل على السوشال ميديا في امان الله مع السلامة